السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرس فيرس جيمز ومقطع جديز من تشايفين فيفا 20 شاطحات حلقة جديدة حلقة اليوم راح يكون عندنا نهائي الكوبة لبرتادوريس فريق بوكا جونيورز أمام فريق فلامينغو فإن شاء الله يعني نحقق البطولة الحلقة الماضية كان عندنا آرسين وثلاتكو مدريد فسلسل الصراحة توقع يعني في ناس ممكن مستمتعين معاها لان قبل شفتم الفيسلي وتوقع ايضا قبل الفتح فيعني قاعدين ننوع قاعدين نجيب لكم نهائي كده ممتع من كل كريلة نلعبه فيعني انتم معنطوا اي رايك في هذه السلسلة طبعا عندنا الباولو ديازا عندنا بانيغا عندنا روخو عندنا راموس عندنا مونتيل عندنا ارماني كاسكو بانيغا برضو قلت يعني كوينتيرو قايتان بوري هيقوايين بعد عندك كابليرو ذا لاعب زابلتا بيليا فرناندز كارسكال الفاريز ففريق الصراحة طورت و تعبت عليه موسم كامل اشتغلت فيه الصعوب السطوري 5 دقائق ان شاء الله الكوبة لبرتدوريس من نصيب فريق ريفربلايت بس يلا فاينل فلمينغو في مواجهة في مواجهة مين؟ مواجهة الكاس الفخم الجماهير في هذا الملعب الفخم الملعب الكبير تستعد للقمة التاريخية بين فلمينغو و ريفربلايت نهائي من مباراة واحدة ما في لا ذهاب ولا اياب مباراة واحدة بس راح تشوفون فيها ان شاء الله اللقب الكبير اللقب الكوبة لبرتدوريس يخضع ان شاء الله لعيبة الريفربلايت طبعا لو يشوفون مشوار كل فريق في هذه البطولة احنا واجهنا فريق قريمو البرازيلي و قبله واجهنا فريق تشيلي و اتوقع قبلها والله ما انتبهت اتوقع ان تلتكم مينيرو ما انا بتأكد اما الفريق الثاني كان طالع لكم انا ايضا ما شفت مشوارهم فانت بشفتوه و انا ما شفته اعرف شم كيف فخلاص مباراة هدفنا فيها تحقيق البطولة لا غير فلامينجو لو انه موجود مثل الحقيقة بيكون فريق رهيب بس المعلوميتكم فلامينجو كل انديت الدول البرازيلي لعبتهم غير موجودين حاطين لعبه وهميين نزل من شايفين دورادو كافالير المفرض تلقى في البلويز اسماء معروفة لكن هم غير موجودين في اللعبة بسبب الحقوق اللي موجودة عند بيس لكن الطقم وكل شي موجود لكن هذا هو الموجود في اللعبة بس ريفر بليت موجود كل شي الا الشعار والملعب لذلك خلاص الان رح تبدأ القمة رح ارجع لكم صوت الجمهور انا شلته بس عشان في البداية كان في موسيقى فتقريبا وين بس الان تبدأ القمة فلامينغو والريفر بليت هل نخضع بطولة الكوبة لبرتدوريس يا قايتان يا الله يا نيكو قايتان نيكولاس قايتان طيه خطيرة الان مونتل وهذا اللعب الخطير انا كان ودي كمان قابريال بربوسا موجود في اللعبة اللي هو البرازيل المهاجم والله لو موجود بيكون الصراحة رهيب جدا فالعرض يا جماعة المشكلة انا قاعد العب في مكان جديد والستيديو جديد يعني اصوي فيه مقاطع فالشاشة تقيم من شوي بعيد عني لذلك ممكن تشوفوني شوي يحول قول 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 اول عن طريق رفايل سانتوس بوري يا وحش يا وحش يا رفايل والله يا جماعة رهيب هذا المهاجم جدا استمتعت في الكرير معه هو ذا الصانع كونتيرو رايق رايق كونتيرو يقول للمهاجم انتروح وترك الباقي علي انتروح انتروح وصل عند المرمى خل الباقي علي انا اصناع لك انا اعطيك اياها بالمليمتر اخليك تسجل ما حد يمنعك خطيرة لكن مونتل الوحش طبعا شوفوا بنيقة يا جماعة ذا اللاعب الرائق لاعب نادي الشباب يا رائق يا بنيقة افضل مهاجم في العالم قويين يا جماعة والله ذا الكريم انا مستغرب من شيء والله دي صعوبة اللي لعبها اسطوري ما غيرت فيها بدا لكن اني اهين في الانديا ايهانة مبصاحية يعني لو اريكم المباريات اللي لعبها والله يا جماعة تفوق كبير ما ادري هل عشان تكتيك ممتاز او هل الفرق ضعيفة او هل يعني عندي انا عناصر جدا جبارة هذا هو اللي يعني حاب بعرفه ما انا عارفوش السالفة لكن قاعد اهين في الانديا يعني ممكن تشوفون يفوز الفدان النهائي خمسة لا تستغربون ما عندنا صعوبة اسطوري والله ما في تحس يعني تحس المبارة من الطرف واحد كونتورو يحكم بلنتي شوف شوفوا راموس يا رايق يا راموس يا رايق روخوا ظهيرين ليسر العالم يكاسكو ما ضبطت شوفوا باولو شوفوا دياز شوفوا كبتنة او يا باولي يا رايق والله يا عيال ويا متابعيني ويا شباب يا بنات اي شي ما تفرق المهم كلكم واحد باولو دياز هذا اللاعب خسر الاهلي بس المشكلة ان اللاعب هو اللي ما يبغى الاهلي ولا الصراحة محور وقلب دفاع وظهير ايمن ممتاز يعني لعب لك ثلاثة مراكز مختلفة والله لاعب جدا رهيب انا اقول يعني ما ادري لا الاهلي يفرط فيه يا لا ترامير اعطاه فلوس لو وقعه كده بمبلغ والله ذال لاعب رهيب يا جماعة ما اعصت صراحة لو انه باقي في الاهلي انا اقول الاهلي راح يكون جدا قوي يعني راح يكون ممكن الول ممكن الثاني سجلوا هدف التقليص يا السلام يا قويين كول ثلاثة 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 حزمة البطولة يا جماعة حزمة خلاص خلاص والله يا قويين رائق شايفين اللمسة يا شيخ مستي في عز مستوى ما يسوي ذي اللمسة والله هدف يا جماعة يطرب والله يطرب لا تلموني والله يطرب والله يطرب يا جماعة والله يطرب والله يطرب ما اعدل بزهجكم كلمة والله يطرب بس طرب والله يطرب يا شيخ سجلها لك يا قويين على اللقطة ذي الممتع اللي جبتها لياه واللي بتمتع فيها المشاهدين الصراحة يعني ما عليكم انا انا منطرب تلان عشان كده ممكن تسمعون صوت غريب كده هيا عاد اخلص باولو ديوز غريم تا والله راموس يا كبتنة يا لعيب يا راموس على الرواقان لازم الان الاساطير يدخلون كباليرو الزبلتة طبعا دياز لن يغادر لكن بنعطي الكبتنية الراموس واذا راح ندخل فرنان تسبتال قايتان ثلاثة تبديلات ثلاثة لعيبة خلوهم يدخلون يفرحون بالكاس باولو دياز الرائق يمتعنا يمتعنا بالامسات الرائقة شوفوا 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 قايتان او هقوين فاول هذي فاولاتك يا راموس سعد هذي هنا محد يقدر يمنعك راموس كابتن الفريق هذي لحظة اولابة هو اللي قللكم هي فر بنيقة يعني هذا راموس جيد بسم الله قويتها بزيادة قويتها بزيادة مرة حارس شوفوا بنيقة شوفوا شوفوا اللمسة هنقول لكم شوفوا لمسة بنيقة بس شوفوا يا الله يا الله المتع يا هقوين هربعة هربعة لا جديد ريفر بليت بطلا لكاس الكوبة لبرتدوريس للمرة المليون في تاريخه يا رايقة هقوين يا رايق جبناك بخشم الريال جبناك فوق العشرين مليون وهذا انت تظهر لنا انك تستاهل هذا المبلغ الكبير والله جماعة ممتع فريق ريفر بليت نصيحة يعني نجيبوا الاسمال اللي انا جبتها والعبوا بذال فريق والله تستمتعون والله متعة جدا جدا متعة هقوين تكفل هاترك تكفل هاترك هاي قويين يا اخي ودنا نسدل هاترك مع نهاية المباراة ليفر بليت ابطالة للكوبة لبرتدوريس استمتع 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 كبيرة جدا هي لاهم في امريكا الجنوبية وطولة تجمع الأبطال ألان هم أبطال الأبطال مجهود كبير في البطولة تدويج مستحق الكل سعيد هنا في الملعب نبارك لهم هذا تدويج التاريخي أكيد هناك حسرا في الفريق الآخر كانوا ضريبين جدا من التدويج لكن هذه كبيرة القدام لابد من المتصر يا الله يا رابب سيرفع الكاز الرقم الثلاثة أحتفالات تستمر على منصات التدويج لحظات تصدرها الجماهير طوال الموسم تتمنى بأن لا تنتهي لحظات تتبقى في الذاكرة أجواء في رفع كاز البطولة أجواء لمس الميداليات والاحتفال مع كاز البطولة دائماً فتكون أجواء خاصة جداً صورة حلوة كذا الرامس أخذت أنا استهلة استهلة رامس شوف شوف وشوف وشوف نظرة رامس للكاز والله يا جماعة نظرة رامس للكاز كإن نظرة لاعب يحب الفريق ويعشق هذا الكياء شكرك يا راموس شوف وشوف مو مصدق مو مصدق راموس يقول رفعت أبطاله ربا خمس مرات تقريبا مدري أربعة والحين رفع كأس الكبة ليبرتدوريس واش الحظ اللي معايا صورة صورة تذكارية رايعة لهذول اللعيب الفخمين لهذا المدرج الفخم خلاص هم تشايفين حققنا ليبرتدوريس مع فريق ريفر بليد فجبنا آسيا مرتين مع الفيصل والفتح وجبنا دوري بطاله ربا مع أرسنل والآن نجيب الكوبة ليبرتدوريس فأربع بطولات حققناها في سلسلة شطحات ولسه إن شاء الله الجاي أعظم من ناحية فيفا احتمال كبيرة حلقة القادمة تكون حلقة خاصة من لعبة ثانية كان مكفرس فيرسي كيمز شوفكم أقطة ثانية بإذن الله مع السلام